الله أكبر الله أكبر قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأن يأكله الزيب وأنتم عنه غافلون قالوا لينك له الزيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذابوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد وقال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وراودته النفيه وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربه أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولاء الرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المفلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وعرف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا لله أي الجناء وعذاب نليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبلي فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا إنا ما نراها في ضلال مبين فلما سمعت بذكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين الله أكبر